كشفت هيئة الأعمال الخيرية العالمية ومقرها عجمان عن تجاوز حجم المشاريع التي أطلقتها داخل الدولة وخارجها 246 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأمناء للهيئة برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس مجلس الأمناء وحضور أعضاء المجلس وتعد هيئة الأعمال الخيرية العالمية إحدى أبرز المؤسسات الإماراتية ذات الأثر الملموس في مجال العمل الإنساني وخاصة في دعم المشاريع الخيرية المستدامة مثل المدارس والمراكز الصحية والمساجد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم إلى جانب مشاريع حفر الآبار ومشاريع الأسر المنتجة ودعم الشباب العاطلين عن العمل وغيرها